طيب انا هعمل middleware function اسميها مثلا ان الريكوست طايم اجيب طايم بتاع الريكوست دا واخذينه عندي اوكي طيب هعمل ايه نسيبك من كل ده كده كده ال next اساسية عندنا عشان تتباص ال control ال middleware function اللي بعدها و هنخلي دي request هقوله ان الريكوست بتاعتي انا عاوز ان الريكوست طايم البرو باريتي بتاعتي هتساوي ان date dot now dot now خلاص طيب شوف انا هعمل ايه بعد كده هعمل متغير اسمه var response مثلا text بيساوي هلو مثلا ايتش شغاله اوه محمد بساجن هلو ايتشير بعد كده ممكن اعمل بي ار بعده بي ار اللي هو بينزل سطره خلاص بعد كده ممكن كمان اعمل ايه او مقايل ان الريس بونس تيكست ده ريس بونس تيكست اللي موجود عندي هاقوم بي هاقوم بي ايه هاقوم بي ايه اه اعلى فكرة انا هكتب كده هوريك ازاي تكتب تاجات اتش تيم اللي هنا خلاص طب اصبعا احنا احنا نعمل الكلام ده على الانجين بتاعنا خلاص ولكن سريعا كده اقوله ان الريكوستد ات اه تعالى هقوله ان الريكوست ضد ريكوست طايم كل ايه انفورميشن انا هضيفها وهنوي هنهي التاج بتاع السمول اللي موجود عندنا خلاص ثم بعد كده طب عندين مفروض تكون ما فيش سبيس واقوله ان الريكوست بتاعي ضد السند هبعت مين الريكوست اللي موجود طيب هنا بلفت انتباهك لحاجة ان المعلومة بتاعت الريكوست طايم دي هتيجي منين هصل لها ست بينين من الميدل وير الاولانية الميدل وير فونكشن الاولانية بعد كده هنبدأ ايه انها بيوزت المين ليه الريكوست طايم اللي هي الميدل وير الاولانية والميدل وير الاولانية بتطلع تيكست وبتاخد المعلومة اللي كانت اللي هي الفونكشن ميدل وير اللي هي اسمها ريكوست طايم عملتها خلاص طيب تعال تعالة بتاع نقول له نود اب تعالة بعد نعمل الريكوست بتاعتنا الريكوست مش موجودة فقط احنا بس كدت الاخطاء احنا كنا اعملين هنا بعثين البرامة الريكوست وانا كنت كاتب request فعديلنا بس كل ده عندنا في الimplementation اللي احنا عاملينه وكان الurl برضو عندنا كنا عاملينه admin فاحنا رجعنا slash او request على slash admin خلاص طبعا الresult بتاعتنا بدأت تطلع بالشكل ده تطلع علي hello id share وrequest at time اللي موجودة عندي ده طيب السؤال بقى انت لازم تسأله انك انت عرفت التايم ده او خدت information كinput من الميدل وير الاولانية اللي كانت موجودة عندك اوكي يبقى الميدل وير الاولانية عملت بروسس البروسس دي هتطلع لي result او هتطلع لي output هتبعته لي الميدل وير فونكشن التانية وبدأنا نستخدمه هنا فين الراجل ده بقى اللي هو request time بالي value فهنا شفنا برضو ازاي بصينا ال control من middleware function لميدل وير فونكشن اخرى شرطة